بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم ان شاء الله النهاردة هنكمل برنامج خرشيات المرة اللي فاتت احنا اخدنا التي ام كالكوليتور النهاردة ان شاء الله هناخد حاجة تانية اللي هي الدي ايني اكستركشن دين اكستركشن فيه بروتوكول معين موجود داخل البرنامج هذا البرتوكول محور او مطور من بروتوكول معروف اللي هو دي لابورتا ايتال سنة 1983 اه لما كنت في المكسيك في البوست دكتور طورناه وانتنشر في اه مجلة اه دولية بعنوان انهانس بروتوكول فور ايزوليشن اوف بلانت جينوميك دي ايني اي اه محمد يوسف اللي هو انا ده وباقي الناس اللي هما اه من المكسيكو معان دكتور البرتوكول ده بالرغم انه هو اه يعني تم اه تصميمه بالنسبة للنبات لكن انا جربناه مع اه كينات مختلفة منها بكتيريا وفطريات وانواع كتير نباتية وكمان اه يعني انسجة حيوانية من السمك ومن دم الارانب وحاجات زي كده يعني وادنا نتيجة كويسة اه اه لو دخلنا على دي الخطوات بتاعة البرتوكول ممكن انا هنا اعلم زي بحدكم شايفين كده لون لا زرق ده ان انا وقفت عند الخطوة دي مسلا وارجع اكمل البرتوكول ده اللي هو المحور ده لي مميزاته لي عيوب اهم عيب في ان هو عدد خطواته طويلة فبياخد وقت جامد يعني ممكن ياخد عدد ساعات كبيرة مسلا تمام حسب عدد العينات اللي عندنا لكن صراحة مميزاته ان هو اولا بيديني ييلد عالي يعني بيديني كمية دي اني اي معقولة كويسة واهم حاجة ان بتاعتها او النقاء درجة النقاء بتاعت دي اني اي كويسة فممكن استخدمها في السيكوانسنج ممكن استخدمها في الكلوننج اه افضل من اه اغلب البرتوكولات اللي هي اه نظيرة يعني زي الستاب والمتاب والدلابورت الاصلين هنا باستخدم بعض الكيميكال زي ده انا بحضره وفي بعض زي الحاجات دي عشان احضر الحاجات دي داخل بالنامج هنا تاني اللي هو بوفر ستوك بريبريش لازم احضر الستوكس الاول عندي ستة ستوكس اللي ترس وقدتها وانيس ايه اللي بتاسيوم اسيتيتو سوديم اسيتيتو اس دي اس كل واحد منهم ليه ظروف معينة طبقا للبرتوكول تركيز بتاعه والبيتش بتاعته ازاي حضره وهنا اه الخانة اللي دي او الجزء اللي تحت بيوضح لي ازاي احضر هذه الستوكس طبعا هنا الملوك ترويت لازم اتأكد منه انه هو المزبوط الموجود على العلبة تحت المواد الكيميائية اللي معايا في المعمل وهنا ممكن يتحكم في كمية الكمية اللي انا عايز احضرها تمام ودي بتديني هنا الكمية بالجرامات ممكن طبعا لو انا عندي اه مكون مسلا معين زي اس اربعة ده اللي هو البوتاسيوم اسيتيت محتاج اربعة وعشرين جرام ونص نفترض في المعمل انا مش معايا اربعة وعشرين جرام ونص فمش داعي ان انا احضر خمسين احضر مثلا خمسة وعشرين احضر عشرين تمام واقول له كالكوليات ايو امحتاج تسعة وتمانية من عشر فادياني فكرة انا محتاج ادي ايه والحاجات دي الكالكوليشنز بتاعتها بتبقى سريعة وسهلة ممكن ارجع تاني طيب بعد ما حضرت الاستوكات وخلتها عندي في المعمل محتاج بقى يوم العزل ان انا احضر ويكون تمام محتاج ان انا هاتاخد من الترس بالسوك بتاع الواترس والاديتا والاني اس ايل وكمان اوزن بولي اسلين جيلايكل والسوديوم ميتا بايسال فيدي لان انا نسيت في المميزات بتاعت البروتوكول ده بالاضافة انه هو بتديني كواليتي عالية وكمية عالية كويسة يعني ان احنا غيرنا او استبدلنا المواد الكيموية الضارة بالصحة بمواد كيموية اقل ضرر او تعتبر يعني مش ضارة زي مثلا الكروروفورق مايزو امايل الالكوحول كان يستخدم الفينول البيتاميركابتو ايثانول الكلام ده كله استبدلنا بالبولي اسلين جيلايكل والسوديوم ميتا بايسال فيت وبعض الكيميكاز الاخرى زي الاستي ايست الدات نيكواليتي كويسة وبالنفس الوقت مش ضارة طيب انا حضر كام منه معروف طبعا او يعني البرتوكول بيقول ان كل عينة عندي محتاجة واحد ميلي فانا لو عندي مثلا عشرين عينة عايزة احضرها بحضر عشرين ميلي وطبعا المفروض ازوزهم شوية عشان فيه خطأ او اخطاء بتحصل في البيتينج وانا ممكن كمية تفقد مني فاخليهم مثلا خمسة وعشرين واقول له كالكولات فبيديني على طول انا محتاج ادي ايه من كل مادة سواء الاستوكات الاولى دي يعني كام ميلي من كل مادة وكام ميلي جرام من المواد اللي هنا باوزنها مباشرة وبعد كده بعمل اضافة للمية وبحضر الاستوك مباشرة بعد كده فيه حاجة اسمها الاستراكشن بوفر بريبيريشن دي عملناها التي اي بوفر التي اي بوفر اللي هو الترس واديتها بحضره اثناء عزل الدي اني عشان بعمل فيه ازابة في مرحلتين في البروتوكول مرحلة وسطية ومرحلة نهائية عشان احفظ بها العينات فحشوف انه حسب العينات اللي عندي عددها الدي اي والبروتوكول بيطلب مني كام ميلي فبحضر مثلا عشرين ميلي عشرة ميلي واقول له كالكولات فيروح محدد للكمية اللي عايزها من او الحجم اللي عايزه من الترس والاديتها ممكن طبعا اغيرها وخليها اي كمية انا محتاجها تمام بديني نفس الكالكوليشنز مباشرة اه هنا في دي تعليمات ان انا بتساعدني ان هنا البروتوكول ده اللي هو اللي هو اللي هو يوسف اتار 2015 ده وهنا بيقول لي بديني نصيحة لكل مادة كيموية او اغلب المادة كيموية اللي لها يعني مشكلة في تحضيرها زي الاديتا الاديتا ما بتدوبش على طول في المية محتاج ان انا حطلها اه هيدروكسيد سوديوم اه تماما مع مقلب كده لغاية نوصل تمانية باتش تمانية او تدوب مباشرة معايا لما توصل باتش تمانية الاترس هنا بيقول لي اصبط البياتش بتاعته باتش اسيل مركز لكن السوديوم اسيتيت تصبط البياتش بتاعه بيليشي الاسيتك اسيد او حمض بخليك سالجي بيقول لي لازم تتكد من المنكرة رويد كلها والاكستركشن بافر حضر واحد من للكل عينة ده كان اه اه ما يخص الدي انا اكستركشن وكده احنا خلصنا اه المينيو بتاعت الدي اكستركشن ونشوف حضرتكم ان شاء الله على خير شكرا لحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله